سؤال سائد يقول حكم برمجة تطبيق لإدارة محل ذهب بيبيع اكسسوارات على شكل صليب أو عين زرقة هي بتمنع من الحسد نقول له لا تنبغي الإعانات على الباطل أو الإثم والعدوان ولا شك أن الصليب من الباطل فما صلب المسيح كما زعم عباده كيف وقد قال ربي جل جلاله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه لكن إذا كان هذا قليلا يسيرا تابعا بالمقارنة مع بقية المصغات والمبيعات ساغ الترخص في ذلك يبقى مما عمد به البلوى على أن يطخر دخله بتوجيه نسبة منه إلى المصارف العامة مقابل هذه النسبة غير المشروعة من المبيعات ترجمة نانسي قنقر